موسيقى بعد ست سنوات من الجمود في مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية يجمع مبعوث الأمم المتحدة هورست كولر المغرب وجبهة البوليزاريو حول طاولة مفاوضات في جناف السويسرية بحضور الجزائر وموريتانيا كبلدين مجاورين سبيلا للتوصل إلى حل يحظى بقبول جميع الأطراف ننتظر أن يحصل تقدم في مسار الأمم المتحدة وذلك من أجل التوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير إذن ننتظر أن الوساطة سيد كولر المبعدة الشخصية للمين العام الأمم المتحدة ومجهودات مجلس الأمن أساسا منذ بريد الماضي أن تكلل بالنجاح وإذا كانت الدعوة الأممية واضحة لبعث مفاوضات بحسن نية وبدون شروط مسبقة فإن الطرف الصحراوي يشكك في حسن نية الحكومة المغربية في الانصياع للشرعية الدولية الشكوك قائمة ليس فقط لأن المغرب يخشى دائما الحل وأساسا الحل الديمقراطي كما أنه لا يريد أن تقلص عهدة المينورسو إلى ستة تشهر وذلك تعبير عن إرادته أن يبقى الوضع القائم على ما هو عليه وكذلك تصريحات القادة المغاربة لا تششي حقيقة أن هناك نية صادقة للمغرب من أجل التقدم من أجل الحل العادل والدائم لقضية الصحراء الغربية ورغم رفض الرباط لأي حل خارج منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية إلا أن التغيرات الإقليمية والدولية تبرز تقدما ملموسا في مواقف دول عديدة أصبح التميل أكثر إلى طرح حق الشعب الصحروي في تقرير مصيره وإيجاد حل نهائي لقضية الاستعمار من نسبة للقرارات الشرعية الدولية فهي سمون تعلق الأمر بمجلس الأمن أو حتى بالجمعية العامة الأمم المتحدة أو بمحكمة العدل الدولية فهي إلى غاية الآن كلها تتناسب وتتساير مع طرح البوليزاري وهي في صالحها وهو الشيء الذي لا يريد المغرب إلى غاية الآن قبوله والإنصياع له وبالرغم من هذه المعطيات الإيجابية يخشى أن يتعطل المصار السياسي مرة أخرى بسبب سياسة الأمر الواقع التي تحاول بعض الأطراف إطالته ليستمر الوضع القائم خاصة فيما يتعلق بنهب ثروات الصحراويين فرنسا أظهرت ذلك نيتها عندما طرح الموضوع على مجلس الأمن في بريد من هذه السنة وكذلك أكتوبر فهي كانت تريد أن تكون هناك عهدة المينورسو كما كان عليه الحال سنة وذلك هي الطريقة في العشر سنوات الماضية وهذا تعبير أنها لا تريد أن تحرك في المياه الراكدة وأن يكون هناك حل حلة وديناميكية من أجل حل موضوع تصفيت الاستعمار من الصحراء الغربية وهذا عكس ما أبدأته الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبعض دول أخرى من مستوى مجلس الأمن وكذلك حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي وفي انتظار ما سيسفر عنه لقاء جناف يبقى التفاؤل قائما لحل نزاع يعود إلى أكثر من أربعة عقود لا سيما وأن الأمم المتحدة تدعي مبادرة هورست كولر الذي أبدى عزمه على إيجاد مخرج سياسي يذيب حالة الجمود ويفتح أفقا يقرر فيه صحراويون مصيرهم